نروح لأخبارنا النهاردة النهاردة الزمالك بدأ يجس نبض الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر لتجديد تعجدهما مع الفريق هو عرض على الاثنين تلاتة مليون جنيه في الموسم المفاوضات ما كانتش مباشرة ولكن تسريبات اللاعبين من جانب مسؤولين في الفريق كان فيه تسريبات من المسؤولين للعبي نادي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر عشان يعرفوا انتباعهم عن الامر تلاتة مليون جنيه في الموسم حلوين حلوين ماشي إدارة نادي الزمالك كمان اشترطت على اللاعبين الدخول في المربع الزهبي كشرط اول المربع الزهبي في الدولة كشرط اول من اجل صرف جزء من مستحقاتهم ثم صرف باقي المستحقات في حالة الوصول للمركز الاول او الثاني في الفترة المقبلة ماشي انا بس انا عندي هكلمكم بصراحة بصراحة يعني لما يبقى فيه منظومة اهلي بقى زمالك اسماعيلي مصري اين ايدي ريال مدريد برشلونة منشستو نايتد اجماع انا لما بتعاقد بتعاقد عادي بيني وبالنادي انا ما بشلش النتائج الوحدي انا كلاعب ما بشلش النتائج الوحدي انا بس بقفل قوي من فكرة كل شوية يقاف مستحقات ربط المستحقات مش عارف بايه طب اجماعا ما ها ده شغلي ده شغلي لو انا مقصر عقبني الوحدي لا تعاقب الفريق بالكامل لا تعاقب الفريق بالكامل اللاعب المقصر بيتعاقب انا ما سمعتش قبل كده بصراحة يعني ابي امين معاكم وده زي ما قلت لكم ده بيحصل في الزمالك وفي الاهلي وفي السماعيلي كل الاندية موضوع ايقاف المستحقات ده او خصم المستحقات ما شفتوش في اي نادي في العالم ما قردش خبر قبل كده يعني ايه ايقاف مستحقات لعيبي ليفربول لحين الدخول المربع الزهب في الدولة الانجليزية ما شفتهاش ايقاف مستحقات لعيبي ريال مدريد بعد الخسارة الاخيرة امام برشلونا ما شفتهاش ما شفتهاش فبرضو يعني ايه فاكرة ان احنا بتعامل مع اللعيبة ما انا مليش دعوه برضو ان انت بتديني عشرة وخمستاشر وعشرين مليون جنيه دي برضو مشكلة سوق سوق مصري لكن ما تبص ليش بقى تقول لي ايه ما انت بتاخل خمستاشر وعشرين مليون جنيه فهوقف لك المستحقات لا لا ده رأي عمتا يعني الرأي ده مش معمول به في اي نادي في مصر بصراحة بس ده رأي سيد مالك كمان بيدرس جديا بدء التفاوض مع اسحاقه يعقوبه لعب البنك الاهلي زي الايصر البنك الاهلي عشان يفكر يضمه في فطل النقلات الصيفية القادمة هو شايف انه احمد فتوح بيفكر في الاحتراف محمد عبد الشافي خلاص العمر بيتقدم في الملاعب عبدالله جمع بعيد تماما عن المستوى عن الظهور فهو مركز على فكرة انه يتعاقد مع زهير ايصر جديد وشايف ان اسحاقه يعقوبه ماشي بشكل كويس مع البنك الاهلي وهو واحد فعلا من افضل زهراء الجنب في الدوري المصري